كابتن كريم النجم المباراة محمد عبدالشافي فانا عايز برضو ارسل تحية كده محمد عبدالشافي جبنانه شوية ارقامه كده ياما اتواع جماعاته الارقام على طول اه نيجي بقى لعبدالشافي يعني عشان قطر انا اكد على كابتن كلام اكد على كلام كابتن كريم ذكري فنشوف ارقام عبدالشافي النهاردة كانت في النقاء العرضية بتاعت الزمالكة من ناحيته كتير عاملة ازاي ياريت لو معنا الفقرة اللي احنا عملناها ارقام لعبدالشافي المهم كل اللي شاف المباراة انا عملت اكاونت على فيسبوك يسميته عاشق محمد عبدالشافي مين انا عملت اكاونت على فيسبوك بجبد والله لا حقا اهو فعلا ياريت ياريت صار ساعتا بكده قلت مقدمة على محمد عبدالشافي وقلت فيها كده وحطولي عليها مزيكة كده المزيكة الرومانسية دي دي الكرات العرضية المرسلية من الزمالك بشكل عام منهم 11 ده من اللعب المفتوح 11 من عبدالشافي اكثر لعب الزمالك في صار العرضيات ما تبصش ان فيه واحدة بس اللي وصلت لمهاجم لان احنا كلنا شفنا المباراة بعينينا العرضيات كانت جيدة جدا ولكن عدم وجود مهاجم بلعب دماغ في الزمالك هو اللي حرم الزمالك من الاستفادة من جودة العرضيات المميزة جدا لنهاردة من محمد عبدالشافي اللي هي تعتبر على فكرة الرقم ده اعلى زهير ايصر للزمالك الموسم ده ارسل عرضيات كان محمد عبدالشافي في لقاء اليوم في عمر 38 او 39 ربنا يديله الصحة تعالا نشوف اللي بعد كده اللي معانا بعد كده العبدالشافي شكل عرضيات نفسه كان من مناطق متقدمة ومناطق متأخرة من معظم مناطق الملعب هما نديل ارقام خلينا نبص على الارقام البساطة يا كريم 112 باص عدد كبير جدا لو بصين الزمالك مثلا بيعمل حوالي فهو في العادي 400 باص بس يمكن انبتش داعب على سنة زهر قرب من ال600 فالبصات دي طلع من رجل عبدالشافي وبيليهم دقة 83% فده عالي الشورت باص عند عبدالشافي كانت 93 باص بنسبة دقة 95% اللونج باص 8 باصات بنسبة دقة 50% ده رقم كويس جدا في التامريات الطويل على فكرة الكروسوس 11 زي ما قلت جودة العرضيات احنا شفناها بعينينا اي حد شاف المباراة عرف ان العرضات كانت جيدة جدا عدم وصولها لمهاجم بقى بسبب مشكلة في الزمالك نفسه استلام الكورة طبعا عبدالشافي يعني اللي هو 98 كورة استلامه 100% على فكرة حتى الكورة اللي الحاكم حسبها عليه هاند بول هو استلامه صح ومكانش هاند بول هو لولا من الحاكم لو عارف عبدالشافي مكانش حسبها عليه هاند بول وقدرته العالي جدا على الاستلام وده تزامن كمان مع ارقامه الدفاعية ارقام الدفاعية كسب الكورات 13 كورة يعني ما سابش حاجة في الموتش ده غير وعملها بشكل جيد النهاردة خلينا نقول ان ده في عم يعني كسب الكورة 13 مرة اغلبهم طبعا بير كفر لان يعني هو ان هو بيرجع يلم الكورة لان ابو سليم ما كانش بيهاجم ولكن هو قدر حتى في الالتحامات خد التحامين يعني التاكل دي مش تاكل بمعنى اللي هو تزح لا لا التاكل ده الالتحام في الكورة فهو التاكل مرتين واخدهم اغلب ارقامه الدفاعية جيدة جدا ما عملش يعني ما تعداش منه حتى في نهاية المباراة لما بقى ناصر منسي هو اللي بيلعب ناحيته يعني ابو سليم حاول وكذا وكذا ولكن عبدالشافي كان على العهد دائما رغم زي ما قولنا احنا بنتكلم انه هو في عمر 39 عام ولكن كان نجم اللقاء بشهادة نجم كبير زي كابتن كانيم ذكري وبشهادة الارقام انا عايز اقول لك حاجة بس سريعة لعبدالشافي بشها في موليد 85 نفس الجيل بتاعي موجود معي في منتخب مصر اه بيخبط الى 30 سنة هو لسه اه 38 داخل في التسعة وتلاتين والجيل بتاعي برضو لا هو كان معي في المنتخب والزملك لعيب مؤدب جدا لعيب عارف مصلحته وعارف شغله ملتزم ما تسمعش صوته تحب وجوده في اي مكان انت موجود فيه بسرح اه والله